نقل سويدان هو بطل الرواية أو البطل الظاهري زي ما حضرتك قلت من شوية هو الحقيقة أن عمره فوق الستين تسعة وستين سنة تسعة وستين سنة أولا يعني ليه خليت بطل الرواية في العمر ده وفكرة أن بطل الرواية عنده تسعة وستين سنة ولسه بيحلم ولسه عنده أحلام عايزة دي كانت فكرة برضه لحد ما أكيد إيجابية وأكيد كنت تقصد بها حاجة هم قالوا لي أن هي كانت جرأة منك اختيار عمر البطل أن دايما البطل بيكون في عمر الشباب أو في سن النطج يعني بس أنا ما شفتش كده أو هو كان يعني مرسومة على السن ده ما ينفعش يكون أصغر من كده هو أنا كنت عايز الشخص المتقاعد اللي هو طالع معايش بعد حياة طويلة زاخرة بالأحداث الشخص اللي بيشعر بالغربة في حياته أنه هو يعني أنت عارفة في السن ده الحاجات اللي كان يعرفها هو شاب صغير الأغاني اللي كان بيستسغها وهو في طول عمره الناس حتى الأصدقاء والأهل كل ده أنت عارفة في مرحلة كده بيبدأ يتلاشى يعني يتكسر كل شوية الناس كل شوية بيفقد حد من حياته لغاية ما بييجي فترة وبيحس أنه هو عايش في زمن مش بتاعه الأحساس بالغربة ده هو ده يعني ما كانش هيبقى متوفر لشاب صغير ثانيا كان كنت عايز الراجل اللي هو الجد اللي هو عنده أولاد كبار وعنده أحفاد وعنده مسئولية يقدر يخاف عليها لما ييجي تهديد عليها يقدر يخاف عليها ثم أنه هو يتحول للنقيد بقى من الراجل الكبير في السن اللي بيحاول يعيش أيامه في هدوء أنه يتحول أنه لازم يقاتل يعني في سبيل الحلم بتاعه الحلم وفي سبيل التهديد الكبير اللي بيصيب أسرته قبل ما يصيب البشرية كلها فكان لازم الراجل ده يعني هو كان عنده دافع قوي جدا لأنه هو يعمل كل ده زائد أن أنا كنت بقول لهم دايما لما بيسألوني دايما على النقطة دي بقول لهم طيب أنا لو جبت شاب صغير قوي وكله نشاطه حيوية وخليته يعمل العجيب يعني يعني في أين العجب يعني أنا أنا بالعكس أنا عايز يعني تشوف التناقض ده بين الرجل الكبير العجوز اللي هو بيعمل كل الأفعال دي وفعليا هو ما كانش بيعمل حاجات بدنية يعني يعني هو كل الرحلات اللي هو عمل يعني سنه ما أعقوش في أي حاجة من الحاجات اللي حدرتك خليته يعملها في الرواية آه هو لو عمره ما كان أي إعاقة بالنسبة له سنه ما وقفوش عن إحنا يحلم ما وقفوش عن إنه يحب ما وقفوش عن إنه يكون مسؤول ما وقفوش عن أي حاجة بالزبط يعني فكرة حتى إنه هو يبقى في حياته قصة حب أو يبقى فقد الحبيب أو يبقى يبقى كده يعني إحنا دايما بنتخيل إن الناس الكبيرة اللي كبرت في السن يعني غريبة قوي إنه هو يعني يبقى عنده مشاعر وعنده بتاع أنت راجع عجوز فلا يعني كل حد فينا بيقف قدام راية وبيستغرب كل شوية شكله بيتغير لكن هو روحه من جوه ما تغيرتش هو هي زي ما هي فبالتالي نفس مشاعره اللي كانت وهو طفل أو هو شاب صغير أو هو راجل هي نفس مشاعره نفس تركبته يعني الروحانية أو النفسية ونفس الزكريات المتركمة دي طول عمره فهتفضل معاه الغاية لما يبقى عنده تمانين وتسعين ومئة سنة كمان هو نفس الشخص من جوه لكن هو يعني هو برضو بيحب وبردو بيع لكن إحنا عندنا بنبقى متخيلين أنه هو كبر هو كبر آه في السن لكن هو نفس الشخص من جوه بس لسه عنده مشاعر وليسه عنده أحسنية طبعا عنده مشاعر وعنده الحق أنه هو يشعر يعني بس فكان لازم يكون يعني هو ده اللي خلاني أو التركيبة دي اللي خلتني يعني أحب أنه يكون في العمر ده اشتركوا في القناة